اهلا بكم مفتاة مطبخ الله ومصالي وسلم على سيدنا محمد هنعمل الفطير الشرقي من غير فطير بالجلاش زي ما انتم شايفين طري مورق طحفة جدا جدا الريحة كانت خطيرة جدا يعني انا حد في البيت كده قالي لا لا انا مش هتعشى شممت بس الريحة كده فكان يعني كان معنا تقريبا نص السنين معينا كوباية من الحليب وعليها رشة نص معلقة صغيرة من الملح نص معلقة صغيرة من الفلفل اسود معلقة صغيرة مليانة من البيكنج بودر معلقتين كبار من السمنة دي كانت سمنة انا مسيحاها لكن لو انتي هتحطي سمنة بدرجة حرارة الغرفة معلقة واحدة كبيرة كفاية هدوب كل ده مع بعض ومعايا لفة الجلاش بجيب صنية مدهونة كويس جدا بالسمنة اي مقاس انت تحبيه اي مربعة ومدورة انت عايزة باخد كده الورقة بحط نصها جوة الصنية والنص التاني برا الصنية هغلف الاربع اطراف بتوع الصنية بتاعتي وهنزل بقى بالخلطة اللي عملناها دي كده بالمعلقة وابتدي هدهن بالفرشة هنا السمنة بتاعتي جمدت لان اللبن كان سائع وهي السمنة بتاعتي كانت سخنة فكده ما تخافوش مش هيبان يعني هتسيح من السخونة برضو الجنب ده باخد ورقتين ورقتين من الجلاش رائين كده مع بعض وحطوهم فوق بعض وكل طبقة والتانية بدي كده تغريقة من الخلطة اللي احنا عملناها حاولت تشبعي كل الجلاش بالخلطة دي هنا حطيت ميكس جبن ممكن تحطي جبن فيتا ممكن تحطي اي نوع جبن وده شوية فراخمة عصاجة فلفل مكعبات طماطم مكعبات زيتون شرايح اي خلطة انت حباها بقى جوة الجلاش حطي او مش هتقول لأ هبتدي اغطي الخلطة بتاعت دي وبرضو هسقي بالخلطة بحط نص كمية الخلطة جوة الجلاش وبخلي النص التاني هغطي بيه الوش هاخد بقى ما خلصت كل الجلاش هاخد وقفل بقى من الاطراف وبرضو لازم اسقي كل حتة بقفلها بخليها ورقة الجلاش كده حلوة سليمة للوش عشان ما يبنش التقسيمات اللي احنا عملناها جوة خلاص كده بقت جاهزة برضو هكوب بقى باقي الخلطة كلها على الجلاش بتاعي وشبع بيه كويس جدا انها معيها بيضة وعليها ملح وفلفل سود ورشها على الوش كمان رشها من الجبن ونفس النظام بافراخ وطماطم وفلفل وزاتون عشان كده قلتلك نص جوة ونص برا اللي فوق بقى التعطم كده شرار حشان يدونا شكل حل اللي شفتوه في اول الفيديو بيدخل فرنه على درجة حرارة متين يستوي من تحت وحقوشغل الشوية يطلع بقى تقدميه بالف هانا حلوة جدا للغدا للعشا ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولي رأيكم في التعليقات باي باي